بعد أن احتفل نيتنياهو بالموافقة الأمريكية على سلخ أراض من الضفة الغربية ضمن مشروع صفقة القرن الآن المشروع يتعرض لانتقادات واسعة حسب تسريبات الإسرائيلية الحكومة تدرس جديا تقسيم الخطة لقسمين الأول فرض السيادة على الكتل الاستيطانية الكبرى وهي أرييل ومعلي أدميم وقشع صيون إضافة لعدد من المستوطنات الكبيرة وهي قرابة 10% من مساحة الضفة الغربية المرحلة الثانية بعد أشهر فرض السيادة على 20% من الضفة بما فيها غور الأردن لتخفيف التوتر مع الأردن حيث اتخف الملك عبدالله الثاني موقفا متشددا ويتواصل مع أعضاء الكونغرس الأمريكي والاتحاد الأوروبي لإيقاف المشروع أنا أعتقد أنه الأمريكان حتى الآن الموضوع الفني من ناحية الخرائط والضم والعمل كان مفروض أنه تقوم فيه اللجنة الإسرائيلية الأمريكية المشتركة أنا أعتقد لهلأ ما تم الانتهاء منه هذا عماله بأخر طبعا القرار الأمريكي في دعم إسرائيل في إعلانها عن موضوع الدم الكامل للمستوطنات وغور الأردن على الساحة الدولية فألمانيا التي ستترأس الاتحاد الأوروبي بل وأعضاء في الكونغرس الأمريكي الذين يعتبرون من داعمي إسرائيل وكذلك الصين وروسيا كلهم يعارضون المشروع علنا إضافة لجدية إيقاف السلطة الفلسطينية التنصيق الأمني والمدني مع إسرائيل كل ذلك انعكس داخل الحكومة الإسرائيلية بالخلافات بين قطبي الحكومة اللكود وأزرق أبيض إذا ما تم الاتفاق داخل الحكومة الإسرائيلية رح يكون هناك تصويت فقط على الجزء اللي رح يتم ضمه من الضفة الغربية بعيدا عن غور الأردن في الوقت الحالي إذا ما تم التصويت عليه في الكنيسة على هذه الخطوة الجزئية أنا بعتقد رح يرضو الإدارة الأمريكية المنظومة الأمنية الإسرائيلية هي أيضا تمارس ضغوطا على المستوى السياسي وتعبر عن امتعاضها من السياسة الضبابية للحكومة في قضية أمنية استراتيجية تكا تكون الأخطر منذ عقود الحكومة الإسرائيلية تعلم تماما أن هناك استحقاق انتخاب لها تم انتخابها وذلك لإتمام عملية سلخ أراضي في الضفة الغربية لكن في المقابل هناك توازنات مهمة خاصة على مستوى العلاقات الدولية سواء مع الاتحاد الأوروبي، روسيا أو الولايات المتحدة ولكن أيضا الأمن الاستراتيجي لإسرائيل أحمد البديري، قناة الغد، القدس المحتلعة